السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اسلام البلشر نهاته ان شاء الله معنا شرح جديد هنتكلم النهاردة على الفيديو التالت من لعبة الجزء الرابع طبعا كنت اتكلمت في الفيديو هين اللي فاته الفيديو الاولاني من لعبة فور اتكلمت فيه على الشرح بتاع التحميل وتسطيب اللعبة وزي تقدر تشغلها من غير اي مشاكل وهتلاقي طبعا اللينكات كلها موجودة في هو الفيديو اللي ظهر قدامك على الشاشة ده والفيديو التاني كان اختبار للعبة على كارت جيتي اكس الف ستين تلاتة جيجا. بس على الفيديو هين جالي كومنتات كتير اللي هو ازاي تقدر تشغل الدراعات على لعبة فورز هورايزن فور. فطبعا هشرح لك في الفيديو ده طريقتين من خلالهم تقدر ان انت تستخدم الدراعات من غير اي مشاكل على لعبة فورز هورايزن فور. عندنا اول حاجة الطريقة الاولى هي طريقة سهلة شوية ومش هنستخدم فيها اي برامج ولا هنستخدم فيها اي حاجة خالص غير اللعبة نفسها. الفكرة كلها الاول ان انت عشان تقدر تشغل دراع على لعبة فورز هورايزن فور ان الدراع يبقى دراع اكس بوكس او ان الدراع اللي عندك يقرأ ان يقرأ على الجهاز ان هو دراع اكس بوكس حتى لو هو دراع عادي. في الطريقة الاولى اللي احنا نستخدمها ان نقدر ان انت تستخدم دراع سواء دراع عادي وتشغله على الجهاز او دراع عادي يكون قارق بالتعريفات بتاعة طبعا في دراع انا كنت شرحته قبل كده اللي هو ده قارق بالاعدادات بتاعة يعني انا موصل الدراع دلوقتي لو روحت من هنا الموصل على الدراع دلوقتي لو روحت من هنا على وروحت على عندك هنا زي ما انت شايف ده الدراع اللي انا موصله قارق بالاعدادات بتاعة تلتمية وستين هو زي ما انت شايف عشان كده بيشتغل على اللعبة من غير اي من غير ما تستخدم اي برامج خالص. يعني تفتح اللعبة وتوصل الدراع بس وتلعب على طول من غير اي برامل. فده الطريقة الاولى اللي انت تستخدم دراع يكون بيقرأ بالاعدادات بتاعة الاكس بوكس تلتمية وستين. انا دلوقتي موصل الدراع. تعال افتح اللعبة واجرب معك من جوة شوف الدراع هيشتغل ولا لا. طبعا زي ما انت شايف دراعة اون مش مشاغل اي برامل خالص. ولا مسطب اي حاجة خاصة بالدراعات. تعالوا بقى افتح اللعبة. دلوقتي يا شباب زي ما انت شايفين قوة انا معايا الدراع اللي هو ده اللي كنت شرحته. هتلاقوا اللينك بتاع الشرحة بتاعه ازاي تقدر تشتريه. والمراجعة بتاعته موجودة ده الدراع اللي بيقرأ بالاعدادات بتاعة الاكس بوكس تلتمية وستين. طيب زي ما انت شايف انا فتحت اللعبة هي. تعالوا مسلا نجرب من الدراع كده. شوف. زي ما انت شايف الدراع شغال على اللعبة من غير ما استخدم اي برامج خالص. تعال نجرب الجيم بلاي. الدراع شغال معانا على اللعبة من غير اي مشاكل خالصا. طيب دلوقتي احنا جربنا الطريقة الاولى اللي هي انت تستخدم دراع يقوم بيقرأ بالاعدادات بتاعة الاكس بوكس تلتمية وستين هتلاقيب يشتغل معاك على اللعبة من غير اي مشاكل خالص من غير ما تستخدم اي برامج. طيب تعالوا بقى نشوف الطريقات التانية. الطريقات التانية اللي هشرح لك اللي هي اللي انت تستخدم دراع عادي خالص او زي ما انت شايف. دراع كمبيوتر عادي. هتستخدمه وتشغله على اللعبة. بس احنا للوقت هنخلي الدراع ده يقرأ على الجهاز ان هو دراع اكس بوكس تلتمية وستين. طيب ازاي هنعمل الخطوة دي? هتلاني سايف لك في البرنامج بالشكل ده. البرنامج ده هتحمله. ده البرنامج بتاع تشغيل الدراعات العادية على لعبة الجزء الرابع. او انت تفعل الدراعات كأنها الاعدادات بتاعة الاكس بوكس. طيب هتعمل استخراج للملف ده. هو حجمه تمانية ميجا ماش كبير. هيجي لك بالشكل ده. هتفتح الملف. بيجي لك هنا بالشكل ده هتعمل الملف بتاع الضغط ده. هتعمل له استخراج. وهتسيب الفولدر ده زي ما هو. هتجي الاول اول حاجة هتيجي على الملف ده. هتفتحه وتسطبه. هيجي لك تضغط على هتفعل علامة الصحة دي وتعمل وتسيب البرنامج يكمل تحميله ويخلص. بعد كده تضغط على الكلمة دي. بيبدأ كده البرنامج يسطب معك من غير اي مشكلة. بعد كده هتفتح الفولدر ده. اول حاجة هتروح على الفولدر الاولاني ده. هتفتحه. ويتفعها تسطب البرنامج اللي زهور معك ده. هتعمل بيجي لك بالشكل ده هتعمل جايي لك هنا لي هو لو جاي لك بعد یس او ان تسطب اي برنامج تاني اعمل له تسطيل. بعد ما يخلص كده ويجي لك بعد كده هتعمل بعد كده بتطلع بتفتح البرنامج من برا هنا بالشكل ده. بس قبل ما تفتحه كون انت مواصل الدرعة بتاعك زي ما موريتك. زي الدرعة اللي هو اللي وريته لك في الفيديو دلوقتي. هوصل الدراع دلوقتي. كده الدراع اتوصل معانا هوات ما فيهش اي مشكلة. لو جيت لو جيت انا دلوقتي روحت من هنا على الاعدادات وروحت على وروحت على الاعدادات عشان نوريك الدراع اللي راكب زي ما انت شايف ده اسم الدراع اللي هو ده اسم الدراع اللي ظهر دلوقتي. تعالوا بعد ما نشوف بعد ما نصطب البرنامج ونزبطه هنشوف اسم الدراع هيتغيره ولا هيعمل ايه معانا. بعد كده انت موصل الدراع هتشغل اللمبه بتاعة وتروح تفتح البرنامج ده كده. بيتلاقي اسم البرنامج زهر لك هنا بالشكل ده اللي هو بتفتح من هناك هتعمل ه وتعمل من هناك اللي هو الترس ده بيبدأ يفتح معك صفحة بالشكل ده. بالشكل ده. هتروح دلوقتي على الصورة دلوقتي. الصورة اللي انا فتحتها. هتعمل نفس الاعدادات ده هتعملها here. هتروح من هنا على اول واحد هنا عندك سبعة هتختار من هنا سبعة. 7 عندك هنا هتعملها بطن خمسة هتروح من هنا على كلمة بعد كده خمسة وهكزا بقى في بقية الدراقة هعملوا معكم وارجع لكم. زي ما انت شايف كده شباب انا كده خلصت دراقة الاعدادات بتاعت الدراعة هتعملها زي ما هي ظهرة قدامك كده على الشاشة بالزبط ما تغيرش فيها اي حاجة بعد ما تخلص كل الاعدادات دي هتعمل من هنا اكس وتسيب البرنامج مفتوح زي ما هو كده وتعمل بتلاقي ان الدراع فصل معك واشتغل تاني او زهر لك العلامة بتاعت تثبيت الدراع لو جيت بالوقت رحت من هنا على وروحت شفت الاعدادات بتاعت الدفايس تاني زي ما انت شايف زهر لك الاسم تاني هناو زهر لك هنا ده الدراع القديم بتاعك زهر لك هنا اسم الجديد اللي هو اكس بوكس تلتونة وستين يعني معنى كده ان الدراع اشتغل معاك بالادادات بتاعت الاكس بوكس ما فيهاش اي مشكلة طبعا وانت بتفتح اللعبة وانت مسلت بالدراع تسيب البرنامج ده شغال طول ما انت بتلعب عشان الدراع يفضل شغال معاك ساعات ما تخلص اللعبة بتعمل من هنا طيب تعالوا بقى نشغل اللعبة مع بعض ونجرب الدراع تاني. في حاجة اقول هلك برضه عشان ما تقولش ان انا ما قلتهاش في الفيديو. الدراع او ايات بيحصل في مشكلة في المينيو بتاع اللعبة في القائمة بتاعت اللعبة بس. لكن في الجيم بلي من جوة بتلاقي ان الدراع شغال معاك من غير اي مشكلة وهنشوف دلوقتي مع بعض. ده الدراع متوصل معنا هو. هستنى بقى اللعبة تفتح ونجرب الدراع سوا. لاحظ دلوقتي هنا في القوائم بتاعت اللعبة شفتوا ساعة ما بضغط. بيظهر المربع بتاع الاي في تحت كلمة فرزة وبيختفي تاني. يعني بضغط وبيختفي تاني. فانت في القوائم من القوائم بتاعت اللعبة هتتعامل بالكيبوردة عادي. لكن ساعة ما تخش في الجيم بلي من جوة هتلاقي ان الدراع شغال معاك من غير اي مشكلة سايق زي ما هنجرب دلوقتي سوا. راح من هنا على بعد كده بتفتح اللعبة عادي. زي ما بقول اهو عشان ما حدش يقول ان انا ما ما قلتش في الفيديو. الدراع بتلاقي في مشكلة في القوائم بتاعت اللعبة. لكن لو بتستخدم الدراع بالاعدادات بتاع الاكس بوكس زي اللي كنت استخدمته بيشتغل معك من غير اي مشكلة خالص ومن غير ما تستخدم اي برامج. وبيشتغل معك في القوائم عادي جدا. هستنى اللعبة تفتح دلوقتي ونجرب الدراع بقى سوا مع بعض. زي ما انت شايفة ده اللعبة اشتغلت معناها هتو حبقى نجرب الدراع بص. شايف? الدراع هو شغال معاك ما فيهاش اي مشكلة خالص وهتلاقي كل الزرارات شغالة معاك برضو. يبقى انا كده قلت لك على طريقتين اللي انت تستخدم دراع بالاعدادات اصلا بالاعدادات الاساسية بتاعت او تستخدم دراع تاني وتحوله بالبرنامج اللي ورته لك ده. طبعا بعد ما تخلص اللعبة وتقفلها خالص بتعمل وبتفصل الدراع معاك عادي من غير اي مشكلة. وكده الاعدادات بتاعت الدراع اللي جات زي ما كانت. وزي ما قلت لك طول ما انت بتلعب اللعبة لازم تكون مشغل البرنامج ده ما تفصلوش الا بعد ما تفصل اللعبة بتاعتك هتلاقي طبعا اللينكات كلها اللي استخدمناها موجودة في الدسكريبشن ده كان الشرح التالت والاخير من لعبة فروز هورايزون فور لو لسه عندك اسئلة في اسئلة في اللعبة قولها لي وان شاء الله هنزل برضو الفيديو تاني. كده احنا ده صورنا تلات اجزاء من الفيديو ده. الجزء الاول اللي هو شرح كامل اللعبة ازاي تقدر تحملها وتسطبها وتحل مشاكل اللعبة. والفيديو التاني اللي هو تجربة واختبار فريمات اللعبة على كارت جيتي اكس الف ستين. الجزء التالت اللي هو ده اللي هو ازاي تقدر تشغل الدراعات على اللعبة. حاجة تانية عايز اقولها لك لو انت عايز تشغل الدراع بتاعك على اي لعبة في قناة اسمها ده قناة مؤمن محمود. القناة دي هتلاقي اني سايب لك اللينك بتاعها موجود في الدسكريبشن. اي لعب عاوز تشغل عليها الدراعات هتلاقي من الزي الفيديو عن الموضوع ده وازاي تقدر تشغل الدراعات اي اي دراعات موجودة عندك اه سواء كانت الدراعات الرخيصة اه دراعات غالية اي دراع موجود عندك هيقدر ان هو يشغلها لك على اي لعبة موجودة عندك. ده فيديو مسلا موجود عندنا له كيفية تشغيل الدراعات على لعبة واي لعبة تانية اي لعبة انت عاوز تشغل على الدراعات هسيب لك لينك القناة دي موجود في الديسكريبشن راح شوف الفيديو هاب بتاعته. والدراعات ان شاء الله تشتغل معك على جميع الالعاب من غير اي مشاكل. اشتركوا برضو في قناة مؤمن محمود. طيب زي ما قلت لك كده احنا صورنا تلات اجزاء لو عندك اي اسئلة تانية في اللعبة سبها لي في الديسكريبشن وان شاء الله صور لك اه فيديو جديد. ما تنساش تدعم القناة وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. وتعمل لايك وشير لصفحتنا على الفيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة